أهلا بكم الحصول على مقومات الحياة الأساسية تحت وطأة هذه الحرب الإسرائيلية المتواصلة بات أمرا صعبا للغاية بالتحديد في ظل هذه الظروف التي تقاسيها العائلات النازحة في هذه المناطق التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وكذلك الحياتية والمتعلقة بالجانب المعيشي نتحدث عن مقومات مهمة وتعتبر من أدنى أساسيات الحياة الكريمة كالدقيق المواد التنمونية المواد التي يأكل منها النازحون ويشربوا ويحصلوا على قوت يومهم بشكل يومي لكن هذه الحرب وتدعياتها الخطيرة هي من أوصلت النازحين إلى هذا الحال الذي نرصده داخل هذه الخيمة التي تتواجد فيها أحدى إحدى العائلات الفلسطينية النازحة التي نزحت قصرا من مدينة رفح قبل ست أشهر بالتحديد في ظل هذه العملية العسكرية التي ما زالت متواصلة سنتعرف أكثر حول واقع هذه العائلات ومعاناتها في الحصول على أدنى مقومات الحياة الأساسية نتحدث عن الدقيق عن المواد التنمونية وكيف تأكل وكيف تسعب السلام عليكم السلام عليكم كيف عليك يا حج الله يسلمك يا الله نتعرف عليك أولا شي أنا أميك حسين الأخراف أنا نرفح من البرازيل قديش لك نازح تقريبا والله يا ما زمان زمان النازح هنا نتنقل من نتفى لنتفى نتنقل حج واقع الحياة كتير صعب في ظل النزوح وتتنقل من مكان لمكان حتى وصل الحال في النازحين الدقيق اللي انتو تقول عنه لطحين اللي هو يصنع منه الخبز صح ما عاد موجود مش موجود والله يا ما والله ما موجود ما عايش بشتريش يا ما والناس اللي بتحن عليها بتعطينا بلغفيل بالثلاثة بس يا ما وعاد تكية هاينا بنروح بنجيب الأكل والشرب بس أنا جوزة ميت والحمد لله يا ما والحمد لله لكن لكن اليوم الدقيق مش موجود لافسوا ولا موجود بالله يا ما والله ما هو موجود يما فيش بالله يا ما والله اليوم ما عنا الخبز غير راح جاب لي واجا بتلاتة شيكل واجا طب كيف كنت قابل تحصلوا على الدقيق كنت قاعدة عند ابنة باكل من عند ابني باكل وكان متوفر وكان متوفر كان متوفر اه كان متوفر كان رخيص يا خالتي اه قابت مجدرة بتغدينا وتاوي جاب للتلاتة شيكل خبز وواجا بكفيكو هاد الكمية؟ بكفناش لا والله ما بكفينا يا خالتي وملاده عند الاتنين الصغار كمان بيجوا عنده هنا بكفناش يا خالتي كم من وجه بتوكل في اليوم؟ ثلاثة لا عشان معي سكر يا خالتي سكر وضغط معي بجوع فمحتاج انه يتوفر اليك الخبز والدقيق على مدار الوقت اه والله اه يريف يتوفر يا خالتي وفيش مصارى اشتري فيش معيش مصارى اشتري فيش فلوس وانو لا شفت الخيم اللي كنا قاعدين فيها والله بعيد عنك الكلب ما برتبط فيها يا خالتي ولما هذا شروا لي اياها باربعة مليون تاعت بحر مش نافعة تاعت بحر هي مش نافعة يا خالتي انا شايف حتى المكان اللي انت قاعد فيه مكان ما بصلح للعيش ما هذا والله يا خالتي والله هذا والله والحد ما جيت هنا كل يوم بصيح 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 لا شفت الخيم اللي كنت قاعدة فيها كيف يا خالتي ونازل شريت من هنا وشريت من هنا وشريت من هنا لما بنت حطت اثنين مليون وابنت حطت اثنين مليون انما جابوا للخيمة هادي. ها يعني عا كلك يا حا. انت ومين موجودة ها? انا وبنت وابني. وبلاد ابني بيجو عندي والله. لكن فيما لو استمرت اه سياسة التضييق. اللي تمارس من قبل الاحتلال. انه يمنع الدخول الدقيق. يمنع دخول المواد التامنية. هتقف التكيات انتو كيف هتوكل وتشربه? والله ما نقدر يا خالتي. ولا ما بنقدر يا خالتي. ايش بدنا نساوه? ولا ما بنقدر. والله انا اهنا اهنا احيات الله يا خالتي يا خالتي. انه من قلت الغزة صرت اطيح. امشي بطيح. امشي بطيح. امشي بطيح وبسان بورب ادوخ يا خالتي. يا خالتي. احيات الله فيش شي لحم فيش شي. غزة فيش غزة. والله ما في يا خالتي. ايش اكتر شغل بتتمنيعت هاد الظروف يا حاجة? نرجع على دورنا يا خالتي. مهدومات مهدومات نقعد نحط لنا خيمة ونقعد. لصح لخيمة بدال هادي يا خالتي. بش نافعة هادي. خايف الشتاء ييجي ونتبهدل. ولو ما الله ولو ما ابن هدا هو وقف معاي وهي بالعمال دو بساويله بزبط لي. واش بده اقول يا خالتي? وقل قرس صعب يا خالتي والله القرس صعب يا خالتي. اكيد واضح انه الظروف في هذا المكان. ناخد شؤون يا خالتي بناخد شؤون احنا. وهايشوف انه اكتر من سنة ماخدناش. ناخد شؤون. اكيد كنت انتوا تعيش وتوكل وتشرب من الشؤون. والله اه والله يا خالتي والله كنا نعيش ونأكل. وهناك تفرفح والله كانوا يحنوا عليك وانا كل خميس تجي نجاجة اكل وانبسطوا يجي ابنه ياكل معانا. كنا يعني انا انبسط والله كنت يجيني اخلت كل خميس تجي نجاجة كل خميس تجي نجاجة واناكل. مش بده اقول لك يا خالتي. اليوم ما في ما في حاجة في الاسواق. والله ما في حاجة ولا قدرين نجيب حاجة والله نفسنا في البندورة والله نفسنا في البتنجان والله نفسنا في البطاطا. وحياتك يا الله يا خالتي. ما انا قادر اجيب حاجة. حيات الله. لا حول ولا في هذا المكان مشاهدين الكرام كما نشاهد تعيش هذه العائلة التي من بينها نساء وأطفال يعني تحيط بالمكان الذي تعيش فيه بعض القطع القماش والنيلون وتحاول أو تكافح من أجل أن تعيش أدنى صور ومشاهد الحياة الكريمة ولا تستطيع تمارس كل طقوس حياتها كما نشاهد هنا تصنع الطعام وهنا تحاول أن تقضي حاجتها وكذلك تأكل وتشرب وتمارس كل شيء في هذا المكان الضيق الذي لا يتسع للعائلات الفلسطينية النازحة كيف حالك؟ الله خاليك الحمد لله أنت يعني تعيل هذه الأسرة صحيح كيف الثقل الإعالي للأسرة في ظل واقع النزوح الله الوضع صعب جداً بس الواحد يعني إيش بتيسول هذا وضع حرب ووضع كذا ومسؤول عن بيت ومسؤول عن الحج وعن كذا بدي الوضع والوضع كله غالي يعني الزحين غالي زي ما قالت الحج وما بنحصلش عليه بغي يعني وعلى المي كذلك كله بيع وغض وكذا بعد المرة بيكون معنا بعد المرة بيكونش معنا فعشان هيك الوضع صعب جداً يعني مش عارفش أقول لك يعني بالنسبة للخيمة كمان هو خيمة بحر هذه اللي احنا قاعدين فيها بنحس بسقعة بنحس بكذا ببارد بكذا محدش سهل عنا يعني على العالم كلها صعيق على الناس كلها والوضع صعب جداً يعني لما يكون بغي عندك من روعة السوق ما فيش طبعة فيش فلوس فيش كذا يعني كل حاجة غالية كل حاجة كذا حتى اللحبة مش قادرين نجيبها ستين سبعين شاكل الخبز والشكلات مش بتوفر كمان مش بتوفر كاذا والآه مش بتوفر خالص وبعدين التقييات يعني مرة هيك ومرة هيك ومرة بيكون يعني كويس ومرة بيكون كذا ومرة بيكون مش موجود يعني بنحصل عليه الشكلات والوضع صعب جداً اش بدأ قول لك يعني واحكي يعني زي ما انت شايف صورت كيف النظار وكذا ما يكون ساقع وكذا وهذا زي ما انت عارف شايف كيف لكن ربما ان احنا بنركز على موضوع الدقيق باعتباره انه 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 اذا قطع يعني او ما كان موجود في هذه المناطق او في داخل هذه الخيام بنحكي احنا عن احد المقومات الاساسية للحياة مش موجود مش موجود يعني الناس كيف تتوكلوا بالنسبة للطحين كان رخيص كان له عشر وعشرين شكل نقدر نجيبه بس هل قدده مئة ومئة ومئة وخمسين شكل مش موجود صار ان الناس المسوس عشان تعملوا اروح اشتري خوبز بلقي له ريحة بعضا مسوس طبعا كذا طب اروح اشتري منه نظيف بدك يقولها غالي اغلى وعندك لرغيفة بشكل طبعا كبنا نساعد حالنا كيف كذا بنصير نعتمد على الرز والشغلات هذه ما فيش الكلام هذا يعني الاطحين ما فيش منه كله بسيط بسيط إلا لم يفتح معابر وفتاكب تام تام شايف كيف يوم والتاني بزدرب اليهود وكذا وسكر 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 كلها مقلخة بكيف احنا في نظام إبادة احنا في نظام إبادة اي باولع في النار قاعد باولع فيش غاز عندي نظام خشب برا ملاقي خشب مرة باشتري مرة معايا فلوس مرة معايا فلوس كربسية مش فاهم انا كيف يعني الوضع صعب جدا الوضع صعب جدا يعني انا باجي بعاني المرأة العجوز بعاونها باروح باجي بجبيلها البده اياها وكذا واشي زيق لك مش موجودة لشكلات هذي اللي الاساسية بناياها تصوصا كمان انه امك مريضة مريضة يا سكر مريض ضغط ومريضة كل شيء اه اه وايني قاعد عندها واش بدك يوم ما واش بحتاج باروح ادبر من بره وماش يمور عشان تلاقي اكل وشرب الاكل بصير يعني مش عارف انا كيف الوضع يعني مش عارف اش اقولك قديش تقريبا يحتاج الانسان كمية من الدقيق بشكل يوم والله يحتاج عين بتحتاج يعني احنا ممكن نحتاج ثلاثة اربع كياس يعني من دقيق ببنى كيف اللي تقدر تخبز وده على الفرن كذا اكل عندك غدا غطور عشان ببنى كيف هذا بالتالب في شكل يومي شكل يومي لازم يكون ببنى كيف كيف نكون اسرة كبيرة عنده في بديل عنه الدقيق؟ ايش في بديل عنه وبديل الرز مثلا او الشغلات هادي طبعا عظم بيجيش مدفعش لازم تقول دقيق وكذا وخبز وكذا وشغلات زي هيك عشان يجيث الانسان اما زي ما فيش لحمة فيش كذا فيش كذا هيك بسية اه ايش اكتر شغلة بتتمناها في هذه الضرورة؟ والله بتمناها زي الناس بتمناها الحرب تخلص بيكون سالمين في ولادنا نطلع على دورنا على اهلنا غادي نشوف اه اه احباب نشوف كذا ايه اللي بتمنى ايه اللي بتمنى من الدنيا فهمني كيف كونوا سالمين اولادي اهم شي لما كون ابني سالم انا سالم وهذا كله بتعوض كل دور هاذا واللي نهدت كله بتعوض بنعوضه ايه اللي بدي اياه اكيدوا ها فيش استقرار فيش استقرار في البلد فيش كذا جلق عاش في جلق بنامش الليل انا برضو كذا زواريخ وكذا بنامش الليل جلق جلق فهمني كيف هذا وجه صار ضرب بني صار كذا حبيبك مات جاك مات كذا كذا بسبب قيام بتعوض freuen ايه صار restaurقول Pil HERA فهنا مش مرتاح يعني ؟ مش مرتاح لأهم والناس ولاة احبا مرتاحين يعني لم يسلم النازحون من الموت حتى لجأت إسرائيل لسياسة التجويع لهذه العائلات الفلسطينية النازحة التي تعيش في هذه المناطق في وضع إنساني صعب كل الظروف الصعبة اجتمعت على هذه العائلات الفلسطينية النازحة ولم يعد لها أي خيار سوى أن تصبر فقط فالصبر بالنسبة لها هو السبيل الوحيد لتيسير حياتها في ظل هذا الواقع الصعب وما فرضته هذه الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الخطيرة التي تمس بالواقع الخدماتي والإنساني وكذلك الواقع المعيشي الذي يتجه في جنوب القطاع نحو كارثة حقيقية أشبه بمجاعة قادمة مشابهة لما يحدث في شمال القطاع من مدينة خانيونس من أقصى جنوب القطاع لخناة الجزيرة مباشر جمال عدوان